موسيقى تحد الحياة موسيقى حلمنا كمل مدرستي رغم كل هالدمار هذا وكل هالشي يعني احنا مكملين يعني جعد ندرسي نورة بنت الخمسة عشر ربيعا تحاول المضي قدما وهي تسند جسدها الصغير على حمالة خشب بسيطة تحاول بكثير من الإصرار على التعلم بعد أن تركت مدرستها وهجرت هي وعائلتها نتيجة الإرهاب الذي حاول طريقة معالم القفولة في بلدتها الصغيرة بريف القامشلي أبو قال لا تدرسيني أنه الوضع موزابط لا تدرسيني لا تحصل على المدرسة يعني ظلت بنفس المدرسة لما نجيت هنا يعني حلمنا كمل مدرستي يعني أنه أتعلم يعني ما يهمنا إرهاب ولا يهمنا شي نحن حلمنا أن نكمل مدرستنا أتمنى أنه يكون عندي كرسي يعني مشان إذا أروح وأرجع على المدرسة أكون رايحة وراجعة مرتاحة يعني أنه هذا ما جعل أصل للبيت ألا أكون يعني هلكانة يعني طار بعد عودة نورة مع عائلتها إلى قريتهم الصغيرة في ريف القامشلي ومشاهدتها الدمار الذي حل بها كان سلاحها الدائم الإرادة والعلم من خلال التحاقها بورشات التعليم التي أقامتها جمعية الإحسان الخيرية ضمن برنامج الدعم النفسي الذي تقدمه للأطفال المهجرين مركز الحاجية ومركز أمان ترفيهي هدفه تهيئة جو مناسب للأطفال لممارسة نشاطاتهم الترفيهية والرياضية هو نقل من أجواء الحرب إلى أجواء فرح وسعادة وأمان نور أول بالبداية من اليافعين هي عمنا 15 سنة إجتنا على المركز لأول مرة بصراحة يوم بعد يوم اكتشفنا أنه نور حابة تيجي وحابة أنه تتعلم وحابة الأنشطة هاي جاءت على المركز بل شون كانت أنه خجل ما تحكي زيادة أنه تعودت على الطلاب الطلاب كلهم تعرفوا من نفس القرية وبلشت أنه باستمرار تيجي على المركز يعني ما تقطعوا ولا يوم يعني تستنانا بس على حتى تيجي نورة نموذج لكثير من أطفال سوريا الذين يتحدون الإرهاب بالعلم والمعرفة فحلمها أن تكمل تعليمها وتنال شهادات علمية عالية لإعالة أهلها فهي وزملاؤها يأملون أن تعود مدرستهم وترمم لتعليم أطفال القرية ليكونوا سواعد قوية تساهم في إعادة الأعمار لسوريا